في هذه الطبعة الجديدة من برنامج الصفحة الأولى نكشف الكثير مما هو مستتر بين ثنايا الصطور والكلمات في العديد من الصحف العالمية الصادرة اليوم ويصحبنا من لندن الكاتب الصحفي أحمد المصري ومن القاهرة دكتور أسامة سعيد نائب رئيس تحرير صحيفة الأخبار وفي جولتنا اليوم نتابع الڭارديان بريطانيا تقرر المرة الأولى بالدعم الروسي لسوريا واشنطن بوست نوايا ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان غامضة التايمز المواطن الأمريكي المتهم بالتجسس في روسيا يحمل الجنسية البريطانية أيضا البداية مع الصحافة البريطانية وتحديدا صحيفة الڭارديان التي تابعت تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت عن الوضع السوري الصحيفة قالت أن هانت أقر للمرة الأولى أن الدعم الروسي للنظام في سوريا يعني أن بشار الأسد سيظل في سدة السلطة لبعض الوقت أضيفا أن بريطانيا كانت في مقدمة الداعين إلى تنحي الرئيس السوري كجزء من عملية الانتقال لتشكيل حكومة جديدة وبحسب الصحيفة فإنه خلال العام الماضي اعترف دبلوماسيون بريطانيون بأنه ينبغي السماح للأسد بالتقدم للترشح لأي انتخابات ديمقراطية ترعاها الأمم المتحدة في سوريا سوريا حضرت أيضا في الصحافة الفرنسية فتحت عنوان بشار الأسد يمدد قبضته قالت الصحيفة أن الرئيس السوري يعزز نفوذه العسكري كل يوم في سوريا التي ضمرتها حرب مستمرة منذ ثمان سنوات وبحسب الصحيفة فإن القوات السورية تمكنت حتى الآن من السيطرة على ما يقرب من ثلثي البلاد مستفيدة من الدعم العسكري الروسي القوي المستمر منذ 2015 وكذلك من الدعم الإيراني أبدأ معك أولا ضيفي من القاهرة دكتور أسامة السعيد بريطانيا كانت في مقدمة الدعين إلى تنحي الأسد لكن الآن وزير خارجية بريطانيا يقول إنه باق في السلطة لبعض الوقت صحفيا ما الذي تريد الجارديان إبرازه من رصد هذا التناقض في الموقف البريطاني المسألة ليست مجرد إبراز التناقض هي اعتراف بالأمر الواقع الحقيقة يعني الانسحاب الأمريكي من سوريا وإن بدأ انسحابا تكتيكيا بالإضافة إلى الاعتراف البريطاني ببقاء الأسد لبعض الوقت هو اعتراف بالأمر الواقع الأسد بالفعل بسط قبضته على معظم الأراضي السورية استفاد من الدعم الروسي القوي لقواته على الأرض استطاع أن يكون طرفا قويا في معادلة السلطة السورية في الفترة المقبلة وبالتالي المسألة ليست إلا اعتراف بالأمر الواقع الآن القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا أدركت أن الحرب في سوريا تحولت إلى حرب عباسية وأن كلفاتها الباهزة لا تستطيع أن تتحملها إلى مالا نهاية وبالتالي أدركت أن حتى مصالح إسرائيل التي هي الأولوية الأولى بالنسبة للقوى الغربية تتضرر من استمرار الحرب في روسيا تتضرر من الوجود الإيراني في روسيا وبالتالي ربما هذه القوى ستتحول في الفترة المقبلة إلى المطالبة بخروج إيران والاكتفاء بهذا المكسب كمكسب معناوي على الأقل يقلل فاتورة خسائرها على الأرض في سوريا التي بدأت الآن يعني خلاص انتهى الوضع بالنسبة للجيش السوري أحكم قبضته على كل المناطق التي تحت سيطرت بالتالي المسألة أصبحت شبه محسومة لصالح الأسد وبقاءه مسألة لا بد أن نعترف بها الجميع طيب هناك زاوية أخرى للنقاش ولكن مع ضيفي في لندن سيد المصري عنوان لكروا الفرنسية يجعلنا نسأل عن سبب تركيز الصحافة الغربية دوما على الدعم الروسي والإيراني لسوريا ودوره في بقاء الرئيس الأسد في السلطة نعم يعني أنا أعتقد أن هذا التركيز يشبه بعض أيضا تحميل هذا الغرب الذي ساعد على اشتعال هذه الحرب في سوريا بإلقاء اللوم على طرف آخر أن بقاء الأسد هو سببه الرئيس والأساسي هو الدعم الروسي والإيراني لكن هناك الجزء الآخر من الكأس الذي يجب أن نرى تماما حيث أن هذه المعارضات المتختلفة أو المعارضة السورية التي كان هذا الغرب يدعمها سواء بالسلاح وبالمال وبكل شيء وتدخل ما يسمى بالإسلام السياسي داخل هذه وسيطرة الإخوان المسلمين على هذه المعارضة واكتشاف هذا الغرب أن هذه المعارضات بشتى أصولها ومنابتها هي عبارة عن معارضة كاذبة لا هم لها سوى جلب الأموال كان هناك تدخلات قطرية بالدرجة الأولى في بداية الحرب منذ اليوم الأول لإشعال الجبهة السورية وتصفية حسابات لسيطرة الإسلام السياسي على بعض مناطق فيما يسمى مناطق الربيع العربي وهذه كانت هي الخطة التي كانت تؤمن بها الإدارة الأمريكية السابقة تمكين الإسلام السياسي عبر الإخوان المسلمين لمحاربة الإسلام المتطرف لكن هذه الصحافة الغربية لا تجد الشجاعة للاعتراف بأن هذه الأسلحة والدعم ذهب إلى جماعات متطرفة كثيرة ترتع في سوريا وأنها أخطأت في هذا في التقديرات وأن أغلب الاستشارات التي كانت تصلها كانت تصلها عبر أناس موجهين من جماعات سواء في الإخوان المسلمين جبهة النصرة وما إلى ذلك في تلك الأثناء وأن نظام الأسد رغم أن الحكومة السورية بالطبع هناك لوم كبير عليها وأنها ارتكبت جرائم سواء كانت هي أو المعارضة الأخرى أيضا لكن في المقابل هناك طرف آخر تحاول الصحافة الغربية التغطية عليه وهي الجماعات التي كانت تدعمها الحكومة البريطانية هنا كانت تدعم بعض الجماعات وتفتح لهم مراكز الأبحاث مثل شتم هاوس ويأتون ويلقون الخطابات الرنانة ويقولوا أنهم أصبحوا على بعد عشر كيلو من قصر الرئاسة وأن الأسد سيسقط الدعم الروسي نعم مهم في بقاء الأسد لكن أيضا الإخفاق لدى هذه المعارضة أعتقد أنه سبب أكبر من الدعم الروسي نعم وإلى الصحافة الأمريكية فصحيفة واشنطن بوست ذكرت أن نوايا الرئيس دونالد ترامب حيال سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان تبدو غامضة أشارت الصحيفة إلى أنه عندما تم الكشف عن قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان بدأ القرار وكأنه أمر قاطع وأن القوات الأمريكية المتمركزة في شرق سوريا سترحل في غضون ثلاثين يوما على الأقل الصحيفة أضافت أنه بحلول الأسبوع الحالي أخبر المسؤولون الأمريكيون الصحفيين بأن مدة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ستتخطى مائة وعشرين يوما دكتور أسامة كلمة غموض كان بارزة هنا في عنوان الواشنطن بوست عندما وصفت نوايا ترامب حيال سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان هل لهذا الوصف أساس في الواقع؟ بالتأكيد له أساس وبالعكس هو بيجسد الواقع وبيجسد ارتباك الاستراتيجية الأمريكية في سوريا ليس فقط في ظل إدارة ترامب ولكن أيضا من منذ عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما حقيقة أن الولايات المتحدة ليس لدي استراتيجية واضحة في سوريا هي لم تحاول يوما أن تكون طرفا فاعلا في الصراع داخل سوريا هي دائما حافظت على أن تمارس نمط الحرب بالوكالة أن تدرب وأن تدعم بعض القوات أن تدعم وحدات حماية الشعب الكردي أن تدعم بعض الحلفاء على الأرض من فصائل المعارضة المتعددة والكثيرة على الأرض السورية وبالتالي حاولت أن تحصل على مكاسب بأقل خسائر ممكنة ولكن بدأ واضحا أن هذه الاستراتيجية المرتبكة لم تحقق أهدافها وبالتالي جاء فصل جديد من هذا الارتباك في قرار الرئيس الأمريكي الحالي بالانسحاب من سوريا وأعتقد أنه الآن يبدو أنه يريد الانسحاب من قرار الانسحاب لأنه بالفعل مرتبك والبنتج يضغط بقوة رأينا استقالة الرئيس وزير الدفاع الأمريكي ماتيس رأينا ضغوطا على عدم الانسحاب السريع أعتقد أننا أمام سيناريو للانسحاب البطيء وانسحاب متدرج من سوريا والعكس لن يؤثر على الواقع لأنه في النهاية قوات الأمريكية في سوريا لا يتجاوز عدد الفي جندي طيب ربما هذا يدفعني إلى سؤال ضيفي في لندن أستاذ المصري عندما تنسب الصحيفة إلى بعض المسؤولين الأمريكيين أنهم أخبروا الصحفيين بأن مدة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا غير التي فهمت من تصريحات ترامب هل نحن أمام تخبط في الإدارة الأمريكية أو في داخل الإدارة كما قال ضيفي من القاهرة لا أعتقد ذلك الإدارة الأمريكية يعني الولايات المتحدة هي أكبر قوة على هذه الأرض ولا تبني سياساتها على أشياء محظة الصدفة أو هناك إدارة تقوم بدراسة ووضع أنا أعتقد من خلال التسريبات التي وصلت من البيت الأبيض الولايات المتحدة ألفين جندي كما تفضل ضيفك ألفين جندي لا شيء الأهم هو الأربعة عشر ألف جندي الموجودين في أفغانستان هذا عدد كبير جدا وفي أفغانستان الوضع حاليا بين كر وفر منذ الحرب على أفغانستان حتى يومنا هذا وأعتقد أن الولايات المتحدة أنجزت ما أرادت أن تنجزه وهناك مؤسسات أفغانية تعمل على الأرض في سوريا الوضع تماما مختلف الولايات المتحدة والإدارة أمريكية لا أعتقد أنها من الغباء أن تغادر سوريا تماما هناك ألفين جندي يقوموا باستشارات ومرافقة القوات الكردية والتدريب وما إلى ذلك اليوم بنبيو اشترط تماما على تركيا أن لا يتم هناك التعدي على الأكراد الولايات المتحدة لن تترك الأكراد يواجهون مصيرا آخرا الأكراد هددوا أكثر من مرة بإطلاق صراح أسرى داعش الذين لديهم وربما تسليحهم الولايات المتحدة في سوريا لن تخرج خروجا كاملا التصريح تم تسريبه إلى الصحافة أو قصة الانسحاب تم تسريبها للصحافة بشكل فهم على أن 120 يوم أو 30 يوم سوف تكون القوات مغادرة نعم القوات ستغادر الأرض لكن هل ستغادر الولايات المتحدة سماء وقوات التحالف التي تقوم بقصف داعش يوميا أقربها كان أمس أو أول أمس أعتقد لا أعتقد ذلك ثم أن الإدارة أمريكية لن تسمح بعودة هناك من يصر على أن إدارة الرئيس ترامب إدارة متخبطة وبيبرهن على ذلك بالاستقالات التي حدثت من أقرب مستشاري الرئيس ومن الوزراء أو من دائرة السلطة داخل البيت الأبيض نعم هذا الشيء طبيعي خاصة أن هناك دولة عميقة في الولايات المتحدة نتحدث عن المخابرات والبنتاجون وهذه الآن عندما يرشح الرئيس شخصا من حزب منافس لهذا المنصب لوزارة الدفاع ماتيس لم يكن مؤمنا بالحرب على إيران نحن مقبلين الآن كل التسريبات التي تأتي من البيت الأبيض هناك حرب قادمة مع إيران مواجهة مباشرة سواء بالوكالة بأي شيء بوكدانوف منذ ثلاثة أيام أيضا روسيا قالت أن إيران يجب أن تغادر سوريا كما تفضل أيضا ضيفك هذا كله ربط للأمور ببعضها البعض حتى روسيا تشاطر الولايات المتحدة والدول العربية من الوجود الإيراني داخل سوريا وأعتقد أن مرحلة القادمة الإدارة أمريكية مما يتسرب من البيت الأبيض هي إعادة إيران إلى حدودها الطبيعية خارج إلى حدود إيران وحتى العراق سيدخل من ضمن هذه الخطة قريبا الإعداد الآن يتم لإخراج هذه القوات الإيرانية سواء من سوريا أو من العراق وأيضا بمساعدة بعض الحلفاء مثل المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى وخليجية هذا ما يراه البعض تخبط الانسحاب الجنود من على الأرض تم بعد توصيات إلى البيت الأبيض بأن هؤلاء الجنود ربما يتحولون إلى رهائن في يد بعض الفصائل سواء المحسوبة على الفصائل ما يسمى بالإسلاموية أو فصائل أخرى محسوبة على إيران فبالتالي هذا أعتقد أنه خيار استراتيجي واختيار موفق تماما لكن الولايات المتحدة لن تسمح بأن يعود هذا الممر البري من إيران إلى البحر المتوسط نعم أرجو أن تتفضل بالبقاء معي ضيفي الكريمين إذن مشاهدين جولتنا مع الصحف الدولية والعربية لا تزال مستمرة نعود إليكم بعد فاصل قصير أجدد لكم التحية ونستكمل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج الصفحة الأولى حيث يعتزم النائب الأمريكي براد شيرمن ترحى مشروع خاص بالرئيس دونالد ترامب في الاجتماع الأول هذا العام للكونجرس الأمريكي المشروع الذي يرغب شيرمن بترحيه على الكونجرس هو مشروع بشأن عزل الرئيس الأمريكي بحسب صحيفة لوس أنجلس تايمز فإن شيرمن لا يرى ما يمنع أعضاء الكونجرس من مناقشة المشروع وأشرت الصحيفة إلى أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي فيلوسي تعتبر تنحية ترامب من المستحيل دكتور أسامة مشروع براد شيرمن عضو الكونجرس الأمريكي العزل الرئيس دونالد ترامب لم يقدم والحديث هنا عن نيته تقديم هذا المشروع هل ترى قيمة صحفية لتعامل الصحيفة مع هذا الخبر أصلا؟ القيمة الصحفية الوحيدة للتعامل مع هذا الخبر هو محاولة الهجوم على الرئيس ترامب نعلم تماما أن ترامب يواجه الكثير من المشاكل مع الصحافة ووسائل الإعلام الأمريكية وبالتالي هي تحاول أن تجد دوما وقودا لهذه المعركة لكن سياسيا لا أعتقد أن مثل هذا المشروع يمكن أن يلقصد واسع في المؤسسات السياسية خاصة أن صحيح أن ترامب لديه الكثير من الأخطاء داخليا وخارجيا لكنه لم يرتكب بعد هذا الخطأ الفادح الذي يمكن أن يبرر عزله من السلطة رأينا كل الحالات السابقة في التاريخ الأمريكي هي تتعلق بجرائم فادحة مثل فضيحة ووتر جيت على سبيل المثال وبالتالي المسألة يمكن أن تكون في إطار المعركة ضد ترامب بمحاولات الهجوم على ترامب لكن أعتقد أن الوزن السياسي مثل هذا المشروع هو وزن ضعيف للغاية لا يمكن أن يؤثر أو يمكن أن يتحول بالفعل إلى محاولة جدة لعزل الرئيس الأمريكي نعم ومن هنا يأتي ضيفي السؤال إلى ضيفي في لندن أستاذ المصري هل الصحافة الأمريكية بالفعل مترصدة ومتربصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما قال ضيفي في القاهرة نعم أنا أتفق تماما مع ما قاله ضيفك هذه الصحافة الأمريكية منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئاسة في الولايات المتحدة وهي تتصيد كل صغيرة وكبيرة ورأينا في عدة مواقف كيف هبطت هذه الصحافة إلى هذه الخصومة وفجرت في هذه الخصومة لتصيد أخطاء ترامب هو شخص يعني نعم الرئيس ترامب لديه أخطاء لديه هفوات لديه نهفات كما تقول بالعامية كما نقول بالعامية والأقربها عندما استخدم صوره اليوم أو أمس على تويتر من لعبة العروش على سبيل المثال وهو يخطئ ببعض الأحيان الرجل هو رجل أعمال غير متعود على السياسة لكن الصحافة الأمريكية أعتقد في الفترة الأخيرة منذ تولي ترامب للرئاسة مرورا بعدة مراحل أخرى بما يخص الشرق الأوسط وبما يخص السياسة الداخلية إلى رأينا في خاشقجي كيف انحدرت الصحافة الأمريكية في أشياء واكتشفنا بعد ذلك كيف أن هناك كانت تورط قطري على سبيل المثال مع خاشقجي في الواشنغتون بوست اللي هي من أعرق الصحف الأمريكية لكن من الواضح جدا أن هناك تصيد وأن هناك من ضمن المناكفة مع الرئيس ترامب هذا الخبر لا قيمة له صحفيا ولا حتى سياسيا إذا كان لن يقدم وإذا كان بيلوسي نفسها قالت أنه من المستحيل جدا عزله وهي رئيسة البرلمان فبالتالي الخبر عبارة عن مجرد مناكفة ووضعه كنوع من الأخبار المثيرة للقراء نعم ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن المواطنة الأمريكية بول ويلان الذي عتقل في روسيا بتهمة التجسس يحمل أيضا جنسية المملكة المتحدة وعفقا للصحيفة فإن موظف الصفارة الأمريكية في موسكو اتصلوا بالدبلوماسيين البريطانيين لإطلاعهم على اعتقال ويلان ووضعه كمواطن بريطاني يشار إلى أن ممثل وزارة الخارجية في المملكة المتحدة قال إن مسؤول الإدارة طالبوا بالسماح للقنصلية بالوصول إلى البريطاني المحتجز في روسيا دكتور أسامة إبراز صحيفة التايمز البريطانية في عنوان الخبر أن المواطن الأمريكي بول ويلان الذي اعتقل في روسيا بتهمة التجسس يحمل أيضا جنسية المملكة المتحدة كيف يفهم في ظل الأزمة بين موسكو ولندن الآن بالتأكيد هو بعض مهم للغاية ويزيد من حساسية الأزمة لأن أزمة محاولات اغتيال الجسوس الروسي السابق في لندن ليست ببعيدة وبالتالي محاولة التأكيد على جنسية هذا الجسوس أو المتهم بالجسوسية في روسيا بأنه بريطاني هي محاولة لإزهار الصراع وإزكاء الصراع أكثر مما هو حاصل الآن ربما إذا اكتفينا بجنسياته الأمريكية فالولايات المتحدة لديها علاقات طيبة الآن مع روسيا لكن بريطانيا لديها علاقات مشتعلة الآن مع روسيا وبالتالي التأكيد وإزهار وإبراز جنسية هذا المتهم البريطانية هي محاولة للتأكيد على أن الصراع مازال طويلا أن الصراع محتدم ما بين لندن وما بين موسكو وبالتالي المسألة ربما تشهد فصولا من التوتر في المرحلة المقبلة وقد تكون قضية هذا الجسوس البريطاني الأمريكي فصلا جديدا من هذه الأزمة طيب أستاذ المصري هل تتفق مع ضيفي من القاهرة بأن هناك حرب إعلامية بين موسكو ولندن بالتوازي مع الخلافات بين الدولتين نعم بالطبع هناك حرب إعلامية وحرب سياسية على مستوى وهناك عقوبات تم فرضها على روسيا وطرد دبلوماسيين من هنا منذ محاولة اغتيال عميل سكريبال حتى يومنا هذا ولازالت الصحافة البريطانية تتناول روسيا بشكل أو بآخر يعني من خلال هذا الصراع وتتصيد أيضا لروسيا كل صغيرة وكبيرة حتى في مواقف عدة سواء كان في سوريا سواء كان في القرم في أوكرينيا في العلاقات مع أوروبا حتى في الاقتصاد عندما قالت أن بعض رجال الأعمال سوف لن تمنحهم فييز وإقامات هنا في البلاد وكان سيتضرر منها الكثيرين وبالتالي الصحافة البريطانية تجد مادة دسمة في هذه خاصة أن الرأي العام البريطاني بالمجمل هو ضد روسيا منذ حادثة اغتيال سكريبال وحتى اليوم فبالتالي هذه مادة دسمة للقراء يريدون أن يعرفوا وتحمل كل معطيات الإثارة في الخبر حيث أنه جاسوس أمريكي بريطاني قبض عليه في روسيا واستمراراً للصراع الجاسوسية بين المملكة المتحدة وروسيا بالتالي هذا خبر مكتمل العناصر ويفيد في هذه الحرب القائمة سواء إعلامياً أو سياسياً ما بين المملكة المتحدة وروسيا أشكرك شكراً جزيلاً ضيفي من لندن السيد الكاتب الصحفي أحمد المصري كما أشكر أيضاً ضيفي من القاهرة الدكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير صحيفة الأخبار المصرية الشكر موصول لكم أنتم أيضاً مشاهدين الكرام على طيب المتابعة دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر